على بعد كيلومتر من وسط مدينة تعز تحتضن حدائق الصالح الواقعة في منطقة الضباب أكبر تهديد بيئي يتنامى يوماً بعد آخر في وجه سكان المدينة وريفها حيث تحولت المنطقة إلى مكب للنفايات بديل عن المكب الرئيس في منطقة مفرق شرعب الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثيني ترحيل مياة الأطنان بشكل يومي إلى مكب القمامة في المنطقة الغربية بالضباب يشكل خطورة كبيرة خصوصاً في بقاء المكب في المنطقة خصوصاً أن المكب يقع بالقرب من مياه الشرب وهو المخزون المائي التي تعز وهي منطقة الضباب ثانياً قرب المكب من مناطق من منازل المواطنين والذي يتسبب لهم بالعديد من الأمراض والأوبياء وجود المكب بالقرب من مناطق تركز المياه الجوفية التي تغذي المدينة دفع بمختصين بيئيين إلى دق ناقوس الخطر من تداعيات تلوث وشيك جراء استمرار تسرب مركبات النفايات السامة إلى المساحات الزراعية وأحواض المياه الجوفية وهو ما سيجعل من المنطقة بؤرة لانتشار الأوبئة والأمراض المختلفة كالتشوهات الخلقية والسرطانات والربوء المشكلة هنا في حاجة اسمه الرشاحة المتكونة من هذه النفايات البلدان المتقدمة عادة تسحب هذه الرشاحة وتعالجها بطريقة مناسبة أو أن يتم عزل مثلاً عزل هذا المكب من الأسفل بطبقة طبعاً من مواد بلاسكية خاصة بحيث نمنعها من الوصول إلى المياه الجوفية لا استجابة ولا حلول ناجعة من السلطة المحلية لتجنيب سكان تداعيات كارثة وشيكة إما بتنفيذ إجراءات وقائية يوصي بها مختصون بيئيون لمنع تسرب المزيد من سموم النفايات إلى المياه الجوفية والأراضي الزراعية أو نقل مكب النفايات إلى منطقة بعيدة إضافة إلى تشكيل لجنة لفحص عينات من مياه الآبار وتقييم صلاحياتها للاستخدام البشرين كارثة مزدوجة إذن تكشف عن فداحة استمرار بقاء مكب النفايات بالقرب من المساكن نتيجة استمرار حصار مليشيا الحوثي للمدينة وتجاهل السلطات هنا لإيجاد بديل مناسب يحد من تأثيراتها المختلفة مهى علي قناة بلقيس تايز